اشتركوا في القناة وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع المدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الأذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن كم يهتدي الحيران فيه والنفس كم حنت إليه يعلو ولا يعلى عليه هيا نردل آيه ونعيش تحت ظلاله ننسى الهموم بقربه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الأذان هو القرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث الأشواق وفيه محاسن الأخلاق والقرآن